لسنا لأكثر من مرة منذ شهر أربعة وياهم وصار أكو ورقة عمل هاي الورقة كان بيها طلبات هذه العشائر قسم منعدها إدارية وقسم منعدها إجرائية تتعلق بسواتر ترابية وغيرها تكون حدود فاصلة بين العشائر وقسم منعدها تعويض مالي للشهداء والجرها اليوم عندما تأتي الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين المحافظة ورئيس المجلس وما تنفذ أي شي من هاي وتجوا وتريد ترجع الناس طبعا يجاب هذا الموضوع بالرفض أولا كان مفروض أن يصير مؤتمر تحضر بيه كل الفضائيات وتطلق عملية المصالحة على الإعلام في ناحية يثرب وأن تكون هناك احتفالية لعودة الناس مو بهالطريقة هاي اليوم أقعد ثاني يوم أرجحهم طبعا القضية ما تمرهي شي بس أنا أعتب يعني أوجه أعتب الشديد إلى المحافظ ورئيس المجلس أنه يعني هم ضللوا حتى قيادات الحشد الموجودة ظلل لهم معلومات مو صحيحة هم كان يعرفون وضع يثرب وإذا ما كان يعرفون كان مفروض يحجون ميانا أنا ما أحجوا إياه ولا أحد التصال بيها ولا أحد قال لي منعدهم هل ما أعرف شون السبب هل حتى يعني أنا اليوم حققت إنجاز ورجعت أهل يثرب وفلان ما قدر يسوي شي إحنا بس يرجعون أهل يثرب نقبل خليش يقولون علينا والله ينق أنا أقبل بس أهم شي يرجعون أهل يثرب أما إهانة أهل يثرب بهاية طريقة يروحون ويرجعون يصير اعتداء عليهم ويتركون خيمهم واللي يمأجر من بيت يطلع والناس يجي من سامرة ويروحون وبهاية الطريقة يرجعون والله إما نقبل ولا نسمح لهم يسوون نحمل المسؤولية للمحافظة ورئيس المجلس هم القائمين على هذه القضية وبعدين من صارت المشكلة ليه أشي يذهبون يتركون الناس وحدهم الناس بالشارع تركهم ليه أشي يتشي زين دولة هل يثرب شون ذنبهم يعني هاي صارت حساسية أنه أكثر زادت الطيم بل بين العشار موهيش القفية عشائرنا عشار محترم الطرفين